اشتركوا في القناة 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 الى مثلا اثنين حلو نشوف سرعتها تمام كذا جات سرعة يعني تعتبر مناسبة تقدر انك تستخدمها انت في اي تصميم هذه الطريقة اللي اعطيتكم الان هي طريقة سهلة يعني هي اسرع طريقة في بعضهم يسوي طريقة اللي هي يعني صعبة نرجع الى اخر الى مفتاحنا الى هنا تمام نحذف الطبقة هذه بعضهم يجي هنا مثلا الان الطبقة هذه انا بديت العمل من اول جديد حلو ركزوا معي هذه طريقة ثانية نجي الان نضيف طبقة حلو انا اعطيكم الطريقة الصعبة اللي الناس يساوونها فهو يضيف طبقة فيحركها بالسهم شوي بعد ذلك يضيف طبقة ويحركها بالسهم ويضيف طبقة تصير العملية مملة وبطيئة لكن الطريقة يحركها بالاسهم طبعا ويضيف الطبقة لكن الطريقة اللي اعطيتكم قبل شي هي اسرع طريقة واسهل طريقة يعني تمام لاحظوا معي هنا مثل ما تلاحظوا معي بدأ يعني نفس الامر لكن لو استخدمنا الطريقة اللي قبل شي يمكن ثلاث خطوات او اربع خطوات وانتهينا من التصميم كامل بس نبي نرجع كل شيء يقولكم بس نبي نرجع طيب نحذف الطبقات ونترك بس اخر طبقة ونطبق الدرس بعد ذلك نسحبه منتها الى اخر هنا نسحبه نفس الدرس لكن عشان نحفظ تصميم طيب نختار هنا التواصل نختار مثلا على حسب انت يعني ننتبه مثلا انا ما بيزود الطاقة نخليها مثلا 25 المعلومية كل ما كانت الطبقات اقل كانت تصميم حجمه اقل فبدأ مثلا ما تضيف مثلا هنا الان سريع بدأ ما تقوم مثلا اضيف 27 طبقة مثلا اضيف 40 طبقة عشان يصير بطيء لا اضف مثلا 25 طبقة وعمل له انتحديد وغير السرعة يعطيك نفس الامر هذا هو طبعا طريقة الحفظ التصميم نفس ما تعلمنا ملف بعد ذلك حفظ المحسن باسم ونحفظه في المجلدين بيه حفظ باسم اذا كنت به ملف مفتوح ولازم انك تحفظه ملف مفتوح عشان لو تحتاج تعديل او لا شي الى هنا انتهى درسنا اليوم ان شاء الله انك كان درس بسيط وسهل الدرس هذا ترى اذا فهمت تقدر تخليه مثلا بدل ما يجي عرض هنا تقدر تخليه يجي فوق تقدر انك يعني تسوي اكثر من تأثير وما هو خاص بالنصوص فقط بالصور تقدر تفتح وتعمل فاذا فهمت النقطة هذه تأكد انك راح تبدأ في حركات جديدة الى هنا انتهى درسنا كان معكم اخوكم ريشة حالم اسأل الله ان يبارك لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته